بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض الكورس بتاع C++ مرة اللي فات كنا اتكلمنا عن الـ variable وتعرفنا عليه وعرفنا ازاي نعرفه بس كنا بنستخدمه عن طريق ان انا بدخل قيمته على طول طب هل منطقي ان الـ user tool ما هو شغال القيمة بتاعت الـ value سابتة اندخلة من الـ system نفسه طب افرض واحد بيستخدم البرنامج عنده عشرين سنة وهو عنده العمر عشرين واحد تاني خمسة وعشرين كل لما اجدي البرنامج بتاعي حد بديهوله بالرقم بتاعه طب ما هو السنة اللي بعديها هيكبر هيجيب لي البرنامج عشان اعديهوله اكيد لا فاحنا محتاجين طريقة زي الـ cout كده اللي بتقرض لنا البيانات تبقى بتتدخل لنا البيانات طيب اول حاجة هنحتاج ان احنا نعرف متغير مثلا هعرف int x طب اخلي السي بلاس بلاس يدخل للـ x ده ازاي في القيمة بتاعته في عندي امر اسمه cn الاقواص بتاعته عكس بتبص ناحية الـ cout بتبص بره معناه ان هي هتخرج cn معناه هتدخل فالكواس بتاعتها دخلة لجوه cn المين للـ x وبعد كده بقول له سيمي كولون النهية السطر هاجي هنا دلوقتي هقول له cout للـ x ودي اندلاين واحط سيمي كولون وهبدأ اشغل هو دلوقتي مستني مني ان انا هدخله قيمة معينة انا هدخله خمسة هو وهدوس انتر عرض لي الخمسة تاني اللي هي من قيمة الـ x طبعا انا اقدر ادخل اي عدد انا عايزه من الارقام او من الـ variable طب افرض ان انا عايز اعرف اكتر من variable نوعهم int لازم انزل على سطر جديد واكتب مثلا int y واكتب int z وهكذا ولا ينفع جمعهم مع بعض في سطر واحد ينفع جمعهم مع بعض في سطر واحد طب اعمل ايه عشان اجمعهم في سطر واحد انا باجي جنب int x كده قبل السيمي كولون اللي بنهي بيها السطر بقول له كما y z w n كده انا ادخلت اربع ارقام او خمس قيم الخمسة دولة تنوعهم كلهم ايه int طب عايز اعمل لهم ال input بتاعهم هافضل احتاج اعمل cn cn لا انا ممكن ادخلهم في سطر واحد بس افصل بين كل واحد والتاني بالاقواص اللي هي بتاعت الادخال كده ادي y ادي z w n كده هو يستنى مني ان ادخل خمس ارقام نجرب كده اللي احنا عملنا ده هادي خمسة ستة تلاتة اتنين واحد انا دخلت خمس قيم وهو اعرض لي اول واحدة فيهم اللي هي مين قيمة ال اكس تمام طب انا كده ال input فايدته لايه ايه ان اليوزر لازم ال data بتاعته تبقى متغيرة مينفعش تبقى ثابتة حتى واسمه variable متغير مش حاجة ثابتة عندي تمام اتمنى يكون افدتك في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة